اكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية لما تسخر به مملكة البحرين من تشريعات وقوانين وطنية متطورة في مجال حماية العمال من كافة أنواع الحوادث والأمراض المهنية ساهم في تعزيز بيئة العمل الآمنة والمستقر حيث تعد السلامة والصحة المهنية أحد متطلبات وركائز التعافي والنمو الاقتصادي وأوضح حميدان في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للصحة وسلامة المهنية أن الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تول اهتماما متزايدا برفع مستوى السلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع الانتاج وأضاف الوزير حميدان أن التقدم التكنولوجي المتسارع يخلق العديد من التحديات المؤثرة والمتعلقة بالاستدامة في سلامة البيئة العمل والتي تتطلب التطوير المستمر في ظروف العمل وأساليبه التنظيمية واستحداث أنظمة إدارية فعالة لإدارة مخاطر بيئة العمل وأكد حميدان أهمية التدريب وتعزيز ثقافة العمال وأهمية الدور الرقبي والإشرافي للمعنيين في أقسام السلامة والصحة المهنية في مختلف المنشآت مؤكدا في الوقت ذاته تكثيف الوزارة لجهودها الرقابية والتفتيشية على مواقع العمل والتي تجاوزت أكثر من 37 ألف زيارة تفتيشية خلال الأعوام الثلاثة الماضية اشتركوا في القناة